الغباوة الغباوة هل انت بتحس انك مفروس من الغباوة؟ مش مفروس بتكرهها؟ ببقى مش طايق الغبي الغبي سؤال انساني هل تعتقد ان الغبي ده مسؤول عن غباوته؟ طبعاً مسؤول عن غباوته؟ جداً لان في فرق بين غبي و ذكي وبين غبي و غبي يعني ايه؟ الغباء و الذكاء ده بيد ربنا ده ماناً نجدعه بيه فيه واحد شاطر بياخد عشرة العشرة وفيه واحد ده الغبي ده بتاع الزكاء ده اسمه في حد تعبيري انا ده اسمه بليد او 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 ما بيذكرش لكن الغبي وبالمناسبه الغباء ده حاجة فيها للستات باع طويل لهم يعني هما زكاي في حتة سوبر انتلجنت و غباي في حتة سوبر ستوبد ف يعني ممكن ست تبقى في مجال ما الزكية جداً هي هي لصح تكون زكية جداً في شغلها جداً لكن في الحياة تبقى تحت مستويات الغباء و ممكن تكون معجوزها في منتهى الزكاء و في منتهى الغباء في نفس الوقت في وقت تاني اه اه ده اللي بيحاير فيهم ما هي حركة الهرمونات ما هي بقى الهرمونات ربنا خلاهم كده هو انا دكتور لا انت الادرة في ده و انت العارف الهرمونات ليها تأثير طبعاً فهمني ما قيمة الهرمونات في حياة المرأة حتى انه الناس اللي بيشوفونا لما يسمعوا اي اهانة او اي اساءة من المرأة يغفرنا ذلك فضل المرأة في عندها هرمون اسمه الاستروجين الاستروجين ده المسؤول عن كل البلوي ده اللي بينقطع اه في وقت اه المونوبوز ده في وقت لما بتبقى بتبلغ اه عمر معين نعم وده اللي بيتسبب اه الدورات اللي بتجيلها نعم الاستروجين نعم الاستروجين ده في بعض احيان بيخلي هرمون تاني يشتغل جامد جداً الادرينالين ده بيفرز من غدة الفوق كلوية ده ممكن انه خلي حد عصبي جداً لدرجة انه لما بيتفرز ممكن واحد ينط 10 متر لقدام من كتر ما هو عنده الطاقة الطاقة دي نعم فالادرينالين ده كمان بيخليها هي فيها عصبية فضيعة ومش قادرة تستحمل الى جانب انهم اخوهم مش مزبط برضو الشيء علمياً قبل الدورات او بعد الدورات هل بيبقى الهرمون بيأثر على السلوك انا عايز اعرف ده علمياً اه 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 ده مش اكتهاد يعني لا 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 ده علم اه ده علمه واسأل حراك فيه اي دكتورة لا انا بسأل دكتورة او ولاش تسق في كلمة تانية انا جنسيت الطب لكن طبعاً له دخل كبير جداً في الكاركتر كمان في التركيبة ساعتها يعني ساعة الاوقات دي هي بتبقى شخص عصبي أنت ترجمة سيجمد ماudo أنت عمل قاريف